في مثل مصري بيقول حظ الملايح في الأرض الطائح الملايح ملايح الجنيلة يعني اللي زي كده انت تحس المسل ده منطبق عليك بنسبة كم في المال يعني يقول لك مثلا يعني حظ البنت اللي كذا لا مش شرط على فكرة هو هو احنا ساعات بنوعد نقول ايه هو زي الراجل ده متجاوز الست دي ونقول الراجل ده او الست دي ازي حب الراجل ده لا انا مبشوفش ان ده بالزبط ده نصيب وعندها حاجات مش عند حد تاني هو عنده حاجات بيزيها لها مش راجل تاني ادها لها وكل واحدة ليها متطلبات كل واحدة بتنادي على حاجة معينة يعني الناس بيتخوفوا يقولوا مثلا طب انت بترفضي بيجيلك ناس كتير وبترفضيهم هو انا اللي بيجيلي برفض ليه او اللي انا هشوفه وساعات بتبقي في environment او في جوه معين الناس اللي حواليك خلاص كله مرتبط وكله عنده حياته والانتين بتوعيك مسافرين او مش متواجدين وكلام من ده فما بيبقاش للأسف في الحظ بكرة حظك هيبقى زادتك وانت بس رجوعك في ابو العروسة داعي بيقول ان انت ليك شباية كبيرة جدا وناس بتموت فيكي ونافسها بتشوفك في اوقات كتيرة جدا فخليكي معيش يعني او مسلسل كان حقيقي ابو العروسة كان مسلسل وان شاء الله تلاها ناجح عن كل الناس يعني من الصغير الكبير تعلقتي في ابو العروسة وان شاء الله نشوك عروسة عن قريب تلبس مستاني الفرح وتخلف بنين وبنت عايز تخلي في كم؟ واحد او اثنين لو ربنا اراضي شاء الله